الحمد لله نتاهل لنهائي كاس إيطاليا بشكل أنفس مباراة صعبة كانت علينا أو صعبناها على نفسنا مباراة من أول ما شوفنا في التشكيل أليكساندرو كعب الغزال المتحني بدم الغزال وكلنا كنا متفاعلين وكانت تفاعل في محله وكان السبب في الهدف الأول وكانت هتروح من الروح في 60 ده ولكن ربنا برضه سطر سبحان الله السيناريو المكتوب إن كان مفروض بعد ما هم جابوا الجنين في الغالب كان هم اللي يتاهلوا ولكن الحمد لله ربنا سطر معانا وعرفنا نخطف جون غريب في الآخر ويعني اللي احتفلانا عاد تتحك في اللايف هدي كده ولو ما شافش اللايف رجع له على فرحة تيموثيوية يعني أنا حسيت إن تيموثيوية جاب جون في ناكس عالم يعني كان مش طبيعي يعني فرحته كانت فرحة غريبة وهو الراجل شايت أساساً مش قصد أسست ولا حاجة وميلك هو الدخل نقرها يعني ومع ذلك يعني كانت الفرحة حتى من الفريق كله كانت الفرحة فرحة عميرة طبعا يستحق الفرحة وكل حاجة مش بنتكلم ولكن يعني كانت الفرحة دي أنا شاف إنها كانت تكون فرحة بالكاس يعني لما الحقيقة بطولة يعني لكن فرحة مبلغ فيها شوية ولكن يعني مش مشكلة المهم الفرحة المهم الحمد لله تأهلنا يعني زي ما قلت أهل بطعم مر جدا انت خسارة ولكن يعني الحمد لله إن احنا عرفنا نجيب الجونة خسرنا طبعا اتنين واحد اللي ما يعرفش وانا شافش المطش لا تشوت أهل أو فاز باثنين واحد يعني جون في الشوت الأولاني في أول عشر دقيق أو ربع ساعة وجون في الشوت التاني في أول خمس دقيق وكانت الأمور في صالحه ولولا تغييرات أنا معرفش برضو يعني تو دور عمل تغييرين هو كانوا معرفش برضو حتى سبحان الله تقريبا فيه تصريح لالجري بيقولك إن الموضوع برضو كان فيه توفيق يعني الموضوع سات بيكون توفيق وعدم توفيق أو حظ لا إن هو بصراحة بعد منازل روفالا وإيموبيلي وبدل كاتالدي وكاستجانوس تقريبا الدنيا واقعة تخلص أو يعني هو سبحان الله هما تخرجوا من هنا دخلت اللجوان من هنا وسبحان الله برضو تيموثيوية هو اللي يعني إيه وما رميت إذا رميته ولكن الله رمى هو بيشوت كورة ودخل في أميلك فالتغييرين هنا وهنا سبحان الله يعني كأن يعني في حاجة في سحر الأرقام ولا حاجات دي ولكن الحمد لله في النهاية إن إحنا اتغلبنا آه 2 واحد ولكن تهلنا في عشكري بول تأهل بتعمل خسارة ولكن اللي يعني خلص الحمد لله رب العالمين وبهذا التأهل تقريبا خلاص ضماننا وجوده إنها في كاس السوبر يعني لسه في السعودية كان فيه دي بيت بس وخلاص تم في السعودية ويكون اللي هو الدورة الربعية إياها فأعتقد إن احنا نكون متواجدين رسميا خلاص بهذا التأهل ونضمن مدخلات برضو جيدة تعين على الأقل إن احنا نخلص من أليجري اللي لازم إن شاء الله يمشي قد نشوفنا حتى يعني كان بياسو هو طالع كان فيه شد وجذب يعني كاحتواء ما كانش لزيز قوي ولكن يعني هو خلاص الفريق كله بيتعامل أعتقد أن أليجري ماشي أعتقد يعني من رابع المستحيلات ولا يعني هابنهجس ومن عجاب الدنيا السابع كمان إن أليجري يكمل معنا مسلم جديد فهو إن شاء الله ماشي والمعاوض في الغالب يكونت يا جماعة أو هل فيه مفاجأة أخرى الله أعلم ولكن حتى الآن هو ده الكلام اللي في إيطاليا واللي في الأخبار وإن نتمنى الموضوع ده يحصل أعتقد لو كان النهار ده فيه خسارة كان ممكن يكون فيه بيان إقالة ولكن الحمد لله رب العالمين عرفنا نتأهل ولكن يعني نفسنا نسمع الخبر الرسمي عشان نتطمن ولكن يا رب إن شاء الله يكون قريبا نطمئن إنه هو خارج رسميا يعني على أساس الإدارة الشيطان ما يوزهاش ولا حاجة ونلاقي نفسنا مقلب حرامية ناس كتير خايفة من كده وده سيناري وارد ولكن أعتقد يعني الموضوع بقى بعيد أوي الفريق فاكك ووضح جدا إحنا النهار ده ملعبناش تقريبا يعني إبما كانش ماتش كورة تحدينا من ناحية نعاش وقاية غريبة إحنا مش قدرين نقايم أي لعيب ما فيش أي لعيب بيلعب بالدنيا كلها سبهلالة وحتى الجن يعني سبحان الله جيه مجرد بس يعني لعيبة نازلة فريش ولا حاجة فربنا خرامها ما تفهموش يعني سبحان الله هو ربنا أراد بعد ما احنا يعني اتلعب بقى عصابنا شوية ربنا أراد إن احنا نتأهل والحمد لله وجايز لسه الأماني ممكنة في بطولة قائمة هذا الموسم بعد سنوات من الجفاف من البطولات فجايز ربنا رايد لنا إن السنة دي يكون في كاس وإن شاء الله نتأهل شامبينز إن شاء الله خامس وأليجري يمشي أعتقد خدا نكون في السنباتيك كلنا والدنيا زبادي في الخلاط إن شاء الله بإذن الله الموسم القادم يكون الدنيا أحسن بإذن الله ويعود الشغف ويعود كل شيء بإذن الله مفيش كلام نتكلمه علماتش وحتى مفيش لغة التصريعات العادية بتاعة أليجري يعني الكلام اللي هو المعتاد وإن إحنا مش سهل نتحق يعني كلام كده مش هضيع وقتك ومفيش كلام كتير اللي هو نفس الكلام إن إحنا هنوصل للنهائي ودي حاجة مهمة وإن إحنا لو كنا خرجنا كان ممكن الموضوع يبقى في مشاكل يعني الكلام هو بيوصف الأحداث لا أكثر ولا أقل يعني زينا زيه ومفيش حاجة جديدة هو أضافنا ولا في أي حاجة من الداخل وإحنا مستنين في الآخر الخبر اليقين بإذن الله الرسمي بقلتوفها كل اللي نقدر نقوله النهاردة الحمد لله رب العمين ونسجد سجدتين شكر لله على التأهل يعني هاي المفروض كان مستحق ولكن بصراحة كان مر الطعم بخسارة في ملعب لاتسي هو بشق الأنفس يعني في دي حاجة وثمانين جيل جون لكن غير كده كنا كلنا مستنين أنه هنقصر لأنه خلاص 2-0 هيجيبوا جونه هما اللي يتأهلوا لكن يعني برضو اليوفانتوس يوفانتوس برضو يعني دي ان اي وفي برضو بيكليك في بعض الأحيان وخلينا نرجع لروج دينة فبس يعني دردشة سريعة عن ملخص الماتشة طبعا نقول مبروك لكل اليوفانتيني التأهل الرسمي لانهائي الكاس فحتى ذلك الحين هنشوف فيورنتينا والأطالنطا طبعا أطالنطا هو الأشد شوية ولكن برضو فيورنتينا ممكن يتأهل يعني النتيجة أعتقد كانت مفتوحة لجميع النتائج أنا برضو تأكد كانت النتيجة كامل وما يلعبوا بكرة مفروض فكانت النتيجة أنا فاكرة هو 1-0 الجون بتاع ماندرجورة أنا كنت عايز أعرف هل يتعلو لك كان 1-0 الجون بتاع ماندرجورة كان جون عالمي فهو 1-0 ليه فيورنتينا ولكن أطالنطا قد يعود هنشوف اللي يحصل في النهاية كده كده لأي واحد فيهم هيلعبنا هيبقى صعب مانش صعب علينا برضو مع أنهم يعني فرق في يعني أقل مننا مفروض ومفروض أننا يعني البطولة دي تكون بتاعتنا بإذن الله ولكن زي ما أنتم شايفين مش هنقعد نرغي كتير فحتى أن نلتقي في النهائي اللي ما أول مرة يشوف القناة هي مش قناة بس عن الكرة أو الركلشو عن اليومنتوس لها فيها كلام طب وكلام معهم وحاجات كتير كل حاجة في القوائم بصوا على القوائم وارب تكون قناة ممتعة ومفيدة للجميع ولأولا تستعقل الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكوا كل جديد وأمل ما ممشي دايما لازم أذكركم أذكر نفسي أن احنا من ننساش أهلنا في فلسطين بالدعاء ليهم ولكل المستضعفين في كل مكان في سوريا أو في السودان يعني كل اللي بنقوله حظبوا الله نعمة الوكيل وربنا يحفظهم بحفظه ورعايته والله المستعب ربنا ندينا العمر وساء نشوف بعض على الخير سواء في اللايف الجديد أو الحلقة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته